لاحظوا جيداً هذا كتاب البخاري صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري دار حياة طراث العربي طبع في سنة 1422 دار حياة طراث العربي طبع في سنة هذا سقع 209 كتاب التهجل باب الدعاء والصلاة من آخر الليل رقم الرواية 1145 أبي هرية يربي كذباً واذتراعاً على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقي الثلث الليل الآخر يقول من يدعني فأستجيب له من يسألني فيعاقيه ومن يستغفرني فأغفر له هؤلاء جعلوا الرب تبارك وتعالى رجلاً عن رد هؤلاء جعلوا الرب تبارك وتعالى رجلاً سمين وزنه كثير يقض على الأرش والأرش يعط من سمنه ومن وزنه وثقله هؤلاء جعلوا الرب تبارك وتعالى وفي حلقة وفي أغنه حلقة لأنهم لم يعرفوا الرب من نهج البلاغة ولا من صحيفة السجادية سلام الله على صاحبهما ولم يعرفوا الرب من عيون أخبار الرغاة ولم يعرفوا الرب من كتاب التوحيد للصدوق ولم يعرفوا الرب من لثاني الصادق الكريم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بل عرفوا الرب من 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 أبي هريرة هذا هو ربهم لأنهم سدوا هذا الطريق وباب الله سدوا عليهما فلم يعرفوا الرب فربهم رجل سمين رجل أمرأة وهم لا يستحنون من الله وهو ينزل ويرفع متى يرفع ثلث الليل الآخر دائم على الأرض كرة دائما هل أنت في أمريكا نهار عندكم في الشرق العوسط الليل دائما في منطقة من مناطق الأرض الليل متى يرفع ربكم إلى السماء نستجير بالله من هذه الكفريات الآن أنا أفتح الهواتف يا إخوتي الأعزاء إذا أردتم أن تخابرون وتتصلوا بنا فأنا بخدمتكم وأستمع إلى مقالكم وإذا عندكم سؤال فأجيب على أسئلتكم وإذا كان عند الجماعة الأمرية عند مشائخهم الرد في ما قلت من كفر أبي بكر وأمر وفيما أثبتت من مناقب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فنسمع إلى ردهم وإنهم إذا ما ردوا وإذا ما ردوا على كلامنا فهذا يكون اعترافا منهم وإقرارا منهم وتسليما منهم على كفر أبي بكر وأمر هذا هو واضح لأن هذا القناة قناة عالمية قناة فضائية يبث في كميع العالم أو في أغلى بلدان العالم وفي كل البلدان العربية إذا ما ردوا علي فمعناه إنهم يسلمون ويقروا ما يعترفون بكفر أبي بكر وأمر بأدل قاطئ من القرآن ومن السنة ولا رد عندهم فأنا إن شاء الله في خدمتكم حاضر وأقول قولي لإخواني الشياء في العراق وفي سائر البلدان العربي يا إخوتنا هذا القناة ماذا أقول لكم يا أيها الشياء أين أنتم لماذا لا تدعمون الحق أنا أستحيل أمام هؤلاء العمر يقول لكم تبرعوا يا إخواني ويا أخواتي هذا القناة له مصاريف كثير مدينون نحن مدينون الآن نريد ليس عندنا استوديو ليس عندنا مكتب ليس عندنا معظفين يوساعدون تعبت يا أخوة الله أكثر الأوقات عندي في رأس وجه من كثرة متعالعة وأشتغل في الأمور الفنية بعد ذلك أجيء محاضرتي أسئلة وأجيء يا إخوتي هذا كله نفسي في داع اسم أمير المؤمنين عليه السلام بأبي هو والأمي آلاف مرة أقتل اسم أمير المؤمنين عليه السلام ودفاعا عن صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام هذا يكون شرفا وفخرا لي ولكن عليكم يا إخوتي إن شاء الله الأزيز هذا شيء حين إن شاء الله الأزيز انظروا ماذا عندكم وكيف تقدرون أن تساعدونا وإن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل فرج مولانا اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتأه فيها طويلة اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعندهم يا صاحب الزمان أدركنا يا صاحب الزمان روحي لك الفداء يا صاحب الزمان أولادي لك الفداء يا صاحب الزمان بأبي أنت وأمي يا صاحب الزمان يا ابن أحمد المختار يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهرى يا ابن أبي أنت وأمي جعلنا الله فداءك اللهم صلى على محمد وآل محمد عجل فرجهم الخدوة اللهم